تدرس المجيس وصدق على نصي مشروعي مرسومين يهم الأول مشروع مرسوم جوز 17786 يغير ويتم من مرسوم رقم جوز 85891 صادر في 18 ربع الآخر 1460 الموافق ل31 دجمبر 1985 المحددة بموجه به إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي تقدم به السيد كاتب الدولة في تنمية القروية نيابة عن سيد وزير الفلاحة والسيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يهدف هذا المشروع إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون صندوق تنمية الفلاحية المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في النصوص الصنظيمية الجارية بها العمل بعد أن تحول صندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون إلى شركة مساهمة تسمى القرض الفلاحي للقرض الفلاحي للمغرب ديون هذه المؤسسة أصبحت تكتسي طابع تجاري وبالتالي لم تعد تتمتع بصلاحية تحصيل جبريل ديون العمومية وهو الأمر الذي يقتضي اعتماد مقتضية جديدة لتحصيل ديون صندوق السالف الذكر وتكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة هذا التحصيل ترجمة نانسي قنقر